الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه روى الإمام النسائي حديثين صحيحين الأول عن أوس بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بليت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء وهذا الحديث أصله في صحيح مسلم والثاني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام ففي هذين الحديثين دليل على أن صلاة الأمة وسلامها على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه ويعرض عليه ولكن هل تعرض أعمال الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم المسألة فيها تفصيل وفيها خلاف عريض مشهور بين العلماء وسبب هذا الاختلاف اختلافهم في تصحيح الزيادة في حديث بن مسعود السابق إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام فهذا الجزء لا خلافة في تصحيحه ولكن الخلاف في الزيادة وهي حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم فمن أهل العلم من ضعف هذه الزيادة وقالوا ضعيف جاء مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرح الألباني رحمه الله تعالى وجه ضعفه أنه رواه عدة رواة بدون الزيادة الأخيرة تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه وما رأيت من شر استغفرت الله لكم قال الشيخ فقد تفرد بروايتها عبد المجيد ابن عبد العزيز ابن أبي رواد وقد تكلم أهل العلم في حفظه فتكون زيادته هذه شاذة مرضودة والذين يضاعفون الحديث يقرون أن صلاتنا وسلامنا على النبي صلى الله عليه وسلم ما يبلغه ويعرض عليه ولكنهم أنكروا أن أعمال الأمة تعرض عليه صلى الله عليه وسلم وقالوا ليس هناك دليل صحيح مرفوع يؤيد ذلك وقالوا إن الحديث معارض بحديث الصحيحين وغيرهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم فيما يكون يوم القيامة من قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك وهناك جماعة من الأئمة من صحح الحديث أقصد الزيادة منهم العراقي في كتاب الجنائز وابنهم ولي الدين والهيثمي في مجمع الزوائد والسيوطي في الخصائص وغيرهم قالوا إسناد الحديث جيد ورجاله رجال الصحيح وقالوا إن وجود الوهم في حديث عبد المجيد بن أبي رواد رحمه الله تعالى لا يخرجه من حد الثقة وكان صدوقا حافظا مكثرا وقد وصفه الذهبي رحمه الله تعالى بالحفظ والصدق فقال في سير أعلام النبلاء العالم القدوة الحافظ الصادق ثم رد هذا الفريق المصحح للحديث على الاستدلال بحديث الصحيحين والذي فيه إنك لا تدري ما أحدثه بعدك أن هؤلاء المنافقون والذين ارتدوا عن الإسلام فهؤلاء لا تعرض أعمالهم على النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا لخروجهم من أمته حقيقة وإن كانوا في الصورة أو في الظاهر يصلون ويتوضعون فيحشرون بالغرة والتحجيل فإذا أبعدتهم الملائكة وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم صحقا صحقا أطفأ الله غرتهم وأذهب تحجيلهم وهنا يعلم معنى إنك لا تدري ما أحدث بعدك والذين صححوا الحديث يقولون إن عرض أعمال الأمة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما يكون في الدنيا أي وقع في حياته صلى الله عليه وسلم وليس بعد موته وستذل بحديث مسلم عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة تكون في المسجد لا تدفن وقالوا أما عرض أعمال الأمة عليه صلى الله عليه وسلم بعد موته فلم نجد من الأدلة ما يثبته وقد قال الله عز وجل وَلَا تَقْفُمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ على أن الأعمال تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فيكفي لرد هذا الاستدلال بكلام المفسدين ذكر ابن كثير وغيرهم أن هذا وعيد من الله عز وجل للذين خالفوا أمره بأن أعمالهم ستعرض عليه تبارك وتعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين وهذا كائن يوم القيامة فالأحوط إذن الاقتصار على ما ثبت وصح من الدليل والتوقف عما لم يثبت فيقال إن أعمال الأمة تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وليس هناك دليل على أنها تعرض عليه بعد موته وعلى كل حال فالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل العبادات وأجل القربات فقد أمر الله عز وجل بها عباده المؤمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليه وبين مضاعفة أجرها إلى عشرة أضعاف وأنها سبب لمغفرة الذنب ورفع الدرجة وتفريج الكرب قضاء الدين كما ثبت عن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أنس وأبي وعبد الرحمن بن عوف قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت عنه عشر خطيئات ورفعت له عشر درجات وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أكثر عليه الصلاة إذن تُكفى همك ويغفر لك ذنبك ويقضى دينك والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها صيغ كثيرة ثبتت في الصحيحين وغيرهما ومن ذلك من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وغيره من الصحابة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يعلم أصحابه ويعلم الأمة كلها كيف يصلون عليه فقال اللهم صلى على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أو يقول اللهم صلى وسلم على رسول الله لأن الله عز وجل قال صلوا عليه وسلموا تسليما فإذا قال القائل اللهم صل وسلم على رسول الله أو عليك الصلاة والسلام يا رسول الله فهذا حسن لأننا نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الصلاة فنقول السلام عليك يا رسول الله نعم فيجوز أن تقول الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما صيغة اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وينفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخاتمة ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس فهذه تسمى بالصلاة النارية على النبي صلى الله عليه وسلم وهي صلاة مشهورة في بلاد الهند وفارس اخترعها غلات الشيعة وزنادقة الصوفية وفيها كما ترى عبارات مخالفة للشرع من شرك ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يليق إلا بالله وحده كحل العقد وتفريج الكرب وقضاء الحوائج ونيل الرغائب ومنهم من غال فقال إن أعمال الأمة ترفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وهو يستغفر لمن قصر منهم أو فعل قبيحا لذا يجوز التوسل به إلى الله وطلب الشفاعة منه لأنه يعلم بذلك فيشفع لنا ويدعو لنا بالقبول وليس هناك ذلين على ذلك بل ما ثبت أن الأعمال تعرض على الله رب العالمين والحديث رواه الإمام المسلم وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال الناس في كل جمعة يعني في كل إسبوع في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيئا ومعلوم عند كل مؤمن ومؤمنة أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنا نفعا ولا ضرا وقد أمره ربه عز وجل أن يقول لنا ذلك قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا والغلو في الأنبياء مأخوذ من أهل الكتاب لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله رواه البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهنا مسألة لا بد من فهمها وهي التفرق بين تفريج الكرب وإزالة الهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبين طلب ذلك منه صلى الله عليه وسلم بعد موته فأما تفريج الكرب وإزالة الهم وقضاء الدين بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا واضح في الأدلة كحديث أبي الذي قال فيه للنبي صلى الله عليه وسلم إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي وفي نهاية الحديث قال أبي أجعل لك صلاة كلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذن تقفى همك ويغفر لك ذنبك ويقضى دينك فرق بين هذا وبين طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته أو وصفه بأنه قادر على ذلك بنفسه ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فمن أراد أن يقفى همه ويغفر له ذنبه ويقضى عنه دينه وتقضى حاجته ويبارك له في عمله وعمره وولده وعلمه ودنياه برحمة الله عز وجل فليكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم كما أمر الله ورسوله ويترك الابتداع في دين الله فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فيها زيادة عن الرواية الأولى من أحدث لأنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليها فإذا احتج عليه بالرواية الأولى أي من أحدث يقول أنا ما أحدثت شيئا فيحتج عليه بالثانية من عمل عملا التي فيها التصريح برد كل البدعة والمحدثات سواء أحدثها الفاعل أو سبق بإحداثها المهم أن المسلم يلتزم نص الشرع ولا يبتدع واحذر فربما يؤدي الابتداع لا سيما في العقائد إلى الوقوع في الشرك فالزم السنة قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر